بس الحقيقة قبل ما اطلع لفصل عشان استقبل ضيوفي عايز اتكلم في موضوع مهم جدا. جمهور النادي الاهلي جمهور واعي. وجمهور يعي جيدا وعنده من الوعية الكثير. يمكن جمهور النادي الاهلي يعني حاجة مميزة عنده هي الوعية ومتابعة الاحداث بشكل يعني مركز. طبعا يعني رينا خبر مبارح بان مريم الهضيبي ومروة الهضيبي لعبتي الفريق لتنس اطولة وقعوا نادي بوتوشيد. طبعا يعني انا عايز بس اقول حاجة ان احنا ما ينفعش نحط مروة ومريم الهضيبي في كفة مع اي حد ساب النادي الاهلي. الحقيقة مريم ومروة راحوا بوتوشيد لان الحقيقة الفرقة فرقة النادي الاهلي مكتزة بالنجوم والنجمات ويعني هم بيبحثوا عن فرصة معينة او شكل معين في الاداء. ولكن هم قبل ما يمشوا هم قالوا احنا تحت امر النادي الاهلي النادي الاهلي احتاجنا في اي لحظة سنلبي النداء. ده الفرق كبير جدا. نادي الاهلي واعي وعارف. وحنا الحقيقة بنتكلم انا بتكلم الكلمتين دول وانا كواحد من جمهور نادي الاهلي. ولست يعني مقادم برامج او ان انا لاعب سابق في نادي الاهلي. انا بتكلم كمشجع. انا فاهم ومقدر دلك. ومغادرتهم من نادي الاهلي. ما جاتش فجأة. كان فيه كلام مع الجهاز الفني. كلام مع المدرب العام. يعني ما كانش الموضوع ان انا اخدوا بعضيهم ومشوا. لا خلص. مريم ومروة. حققوا بطلات كتير على النادي الاهلي. واكيد بنشكرهم عليها. ومحدش عارف. بكرة ممكن يكون لهم دور كبير تاني مع النادي الاهلي. ولكن هم اختاروا بتروزيت. عشان يلعبوا معاه الفترة القادمة. وانتوا عارفين واحنا عارفين ان شاء الله النادي الاهلي مليء بالنجمات. وهتشوفوا النهاردة. فهم ذهبوا للبحث عن فرصة ان هم يكونوا دايما محافظين على مستوى من المشاركة بشكل يعني المستمر. ودي حاجة نحترمها. ونقدرها طالما اللاعب يعني ميشي من الباب الكبير. او خرج من الباب الكبير. دايما بقول انت داخل لازم تخش من الباب الكبير. وانت خارج لازم تخرج من الباب الكبير. واثناء فترتك وإقامتك جوى النادي الاهلي. سواء كنت اي كادر لعب إداري في اي موقع جوى النادي الاهلي. لازم تكون حافظ وفاهم دستور النادي الاهلي. ولازم تكون عارف انت هتتعامل ازاي جوة النادي الاهلي. عشان في الاخر هتبقى ذكرى. ما احنا كلنا بنبطل. انا بطلت وغيري بطل وغيري وغيري. بتبقى ذكرى. فالذكرى تبقى ذكرى جيدة. وتبدل دايما مرتبط اسمك باسم الكياد الكبير وهو النادي الاهلي. معلش انا حبيت اقولي كلمتين دول. والكلمتين دول يخصوا نجمتين. كانوا مفروض يكونوا معانا النهاردة. لانه هما سهموا بشكل او باخر لبطلات النادي الاهلي وبطلات المنتخب مصر. ولكن بنحترم رغبتهم. واكيد بنتمنى لهم التوفيق.